هذا ويستعد مهرجان والعالمين الجديد 2024 لإطلاق شرع الخدمة الصحية غدا الأحد تحت شعار جيد لأهلين وذلك لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الأهلمية ووزارة الصحة هذا ويهدف المهرجان الذي تستمر فعلياته حتى الثلاثين من أغسطس المقبل لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكافة حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية التي انتلقت بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات تتم على قدم وساق لانطلاق الخدمات الصحية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة لخدمة رواد المهرجان إشارة البدء ستنطلق غدا من شارع الخدمة الصحية الذي سيتم تتشينه مع انطلاق هذه الخدمة والتي تشمل تكثيفا كبيرا لتمركز سيارات الإسعاف ووجود المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي استعدادات كبيرة جدا إن شاء الله الحملة هتبدأ بإذن الله من بكرة بروزيك جديد عملها وزارة الصحة تحت مسمى شارع الصحة هيبقى موجود في الفترة إن شاء الله بعد معا الوزير ما يدشن الإيفينت ده إن شاء الله هتبقى مستمر من حد يوم 30 أغسطس لحين تقم مهرجان العالمين جيين لأهالينا هو الشعار الذي ترفعه القوافل الطبية التي تستعد للمشاركة في هذه الخدمات الصحية والتي تشمل توعية المواطنين ورواد المهرجان وتقديم كل الخدمات لهم بما يناسب ويليق بهذا المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط نحن هنا برضو عشان نعرف الجمهور هنا إن احنا في عيادات متنقلة اللي بيتعب بيتم الكشف عليه مجانا وبيدي اتصرف العلاج مناسب على الحالة ذات نفسها برضو مجانا وفي حال إن احنا مثلا الحالة محتاجة إنها تتوجه لمستشفى بيتم التناصق مع هيئة الإسعاف وبنحول على طول أغرب مستشفى ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق هذا الحدث الأهم والأكبر الذي يأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة والسكان والذي يؤكد حرص الشركة على تقديم الخدمات كافة لزائر مدينة العالمين الجديدة للاستمتاع بفعليات مهرجان العالم عالمين محمود جميل التلفزيون المصري